أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم أن العراق يشهد زيادات سكانية كبيرة لتتناسب مع حجم الموارد لا سيما مع تساع رقعة شريحة الشباب بين شرائح سكان التي ينبغي تحويلها إلى قوة رافعة ودافعة للتنمية وليس عبءا على الموارد الاقتصادية مشيرا إلى أن السياسات السكانية ترتبط بنحو مباشر بالتنمية البشرية وهذا يستدعي تطوير المهارات لنكون قادرين على وضع السياسات السكانية وفق رؤية اقتصادية